ربما نستطيع القول توفيق أن اليوم بأكمله كان مليئا بالمفاجآت غانا تخسر من الرأس الأخضر نيجيريا تتعادل مع غينيا الاستوائية ومصر تتعادل بشكل متأخر أمام منتخب موزنبيق هل نتوقع أن يستمر الأمر بمفاجآته خلال بطولة أمم أفريقيا؟ ماذا عن رأيك؟ المباريات في الأفكون صعبة للغاية فإن في 2021 السنغان فازت بالبطولة ولكنها لم تفز بالمباراة الأولى وفي كأس العالم الأرجنتين خسرت أول مباراة للصعودية ولكنها انتهت بفوزها بكأس العالم أسبانيا في 2010 خسرت أول مباراة ولكنها كأس العالم والمباريات الأولى في المباريات لا تكون سهلة إطلاقا تكون صعبة للغاية ولذلك فرقا مثل نيجيريا ومصر أعتقدوا أنهم كانوا محظوظون للتعادل وخاصة أن مصر كانت مهزومة 2 إلى 1 ولكنهم نجحوا أن يسجلوا ضربة الجزاء من خلال محمد صلاح أعتقدوا أن مصر قامت بعمل جيد في الدقائق الأخيرة ولذلك مصر حصلت على نقطة من المباراة وإن المباراة التالية ضد غانا سوف يؤدون بشكل أفضل ولسوء الحظ لغانا فإن غانا خسرت المباراة الأولى ولذلك في المباراة الثانية ضد مصر فإن غانا سوف تدخل المباراة بمعنويات سيئة لأن غانا إن خسرت المباراة ضد مصر فتكون خرجت من البطولة نعم ولذلك هذه المجموعة أصبحت مجموعة مليئة بالحماس ولذلك يجب أن نعترف أيضا بأداء مزنبيق الجيد وأداء الرأس الأخضر فلقد لعبوا بشكل جيدا للغاية ولكن المباراة الأولى تكون صعبة للغاية ونحن نريد أن نرى كيف ستؤدي الفرق في المباراة التالية نعم بالحديث عن مواجهة مصر مع غانا المواجهة المقبلة يوم الخميس يعني ما هي النقاط التي ترى أن منتخب غانا يحتاج إلى تعديلها